شكرا لك يا شازلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرنيتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنصيق الوثيق بين البلدين. وخلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح شدد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون والتنصيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية. هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيلة. أكد رئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق تنمية المستدامة 2030. مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية. وخلال كلمته أمام المنتدى السنوي للتعاون والتمويل الدولي الإمائي في نسخته الأولى. أكد رئيس السيسي أهمية تحقيق التكامل الأفريقي من خلال تفعيل الأليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. ذلك للمضي قدما نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة. وأوضح رئيس السيسي أدى مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية. وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري واتخاذ قطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر. أعلنت وزارة الصحة خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 244 ألفا واثنتين وستين حالة. وأعلنت وزارة الصحة في بيانها عن تسكيل 399 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الدولة المصرية جادة في مكافحة الإرهاب وعلى استعداد لمشاركة تجربتها الرائدة مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. وخلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة بفيانها شدد جمعة على أهمية الفكرة ونشر الوعي في مواجهة الإرهاب. مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تكثف جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتفنيد ضلالات الإرهابيين. ومن جانبه أشهد المسؤول الأممي بالدور المصري والتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. أعلنت قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخخاتين أطلقتا بالتجاه خميس مشيط بالسعودية. وأوضح التحالف أن تصعيد قوات الحوثي يعد تصعيدا عدائيا وهمجيا لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. مشيرا إلى أن محاولات قوات الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ويتم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات التشرعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا. كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا. وحزب الاستقلال على 78 مقعدا. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا. وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا. وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا. بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى نالي 12 مقعدا. وقال وزير الداخلية المغربي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50% و35% مقابل 42% في عام 2016. نهاية موجز التاسعة. نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. لكن بعد الفاصل.